مجدداً يعود الحديث عن مأساة السجون السرية في ظل الصراع المحتدم في اليمن منظمة سام كشفت في تقرير لها عن سجون سرية خاصة غير قانونية في اليمن مشيرة إلى أنها أصبحت تشكل سلوكاً ممنهجاً في العاصمة صنعاء من قبل جماعة الحوثي وصالح وأنها تفتكر لأبسط الشروط القانونية والمعايير الإنسانية تقول المنظمة أن تلك السجون انتشرت أيضاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية خاصة محفوتي عدن وحضر موت بعيداً عن رقابة وإشراف السلطة القضائية ما يزيد من معاناة الضحايا المحتجزين بصورة تعسفية الراصدون التابعون لمنظمة سام وثقوا أعداد من المعتقلات غير القانونية في كل من محافظتي عدن وحضر موت تحت إدارة تشكيلات عسكرية منها قوات الحزام الأمن في عدن وقوات النخبة الحضرامية في المكلة الخاضعتين بصورة مباشرة لإشراف دولة الإمارات العربية المتحدة العضو في التحالف العربي حيث يتعرض المعتقلون فيها لصنوف شتى من التعذيب الجسدي والنفسي ويحرمون من أبسط الحقوق المكفولة بموجب الدستور اليمني والقوانين الدولية التقرير أورد التفاصيل عن أصناف من التعذيب الجسدي والنفسي للمختطفين وفقاً لمعلومات بنيت على شهادات المحتجزين سابقين تعرضوا للتعذيب والمعاملة اللا إنسانية المتهمون في حضر موت تم إداعهم السجون دون أوامر قضائية وبأمر من مسؤول عسكري يدعى أبو أحمد وهو إماراتي الجنسية يشرف على ما يسمى قوات النخبة الحضرمية وهي تعمل على ما يبدو خارج سلطة السلطة المحلية وقراراتها مستقلة المنظمة أكدت في ختم تقريرها إدانتها لكفة هذه السجون وجميع الانتهاكات التي ارتكبت فيها وطلبت الحكومة الشرعية بالالتزام بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان حيث تعتبر هذه المعتقلات انتهاكاً للقانون الدولي كما تعد الأفعال بحق المدنيين المختطفين جرائم طد الإنسانية موسيقى